بمشاركة 300 خبير مصري وعالمي انطلقت في القاهرة فعليات المؤتمر الأول للطاقة المتجددة والذي تشارك في وزارة الكهرباء والطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا ويهدف المؤتمر إلى تنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة في البلاد بالإضافة إلى الإعلان عن التقرير الذي أعدته إيرينا عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر هناك اليوم أكثر من 30 مشروع للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى حوالي 1.5 جيجاوات وباستثمارات في حدود 2 مليار دولار والتي سيتم تشجيلها بالكامل إن شاء الله بحلول منتصف العام القادم وتم تخصيص أكثر من 7600 كم مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كما بلغت الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من ملياري دولار خلال العام المالي الحالي زودنا أكثر من 15 ألف ميجاوات في فترة صغيرة جدا في فترة أعتبر قياسية نقلتنا من مكان لمكان جعلتنا أننا برضو مهيئين أننا تم تصدير الطاقة عن طريق الرابط الكهربائي ما بين الدول وتستهدف مصر توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 كما يصل إجمالي القدرات المركبة المتجددة حتى الآن نحو 3.9 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية والرياحي والشمس للنشرة الاقتصادية محمد عبد الحكم القاهرة